بكرة في مصر التصفيات الأولمبية المؤهلة لتوكيو أو التصفيات الأفريقية المؤهلة لتوكيو عشرين عشرين نتكلم على السيدات ومنتخب السيدات فعلا معايا ماتشات جمدة جدا عندنا سبع لعبين من أو سبع لعبات من النادي الأهلي نهلة سامح ومارين مصطفى مارين متولي وشروق فؤاد فريد العسقلاني مايا ممدوح وسهيلة وفي خسرنا أول مباراة من منتخب كينيا تلاتة واحد والمباراة التانية بكرة إن شاء الله مع منتخب ناجيريا المؤهلة صعبة جدا لكن برضو سيدات إن شاء الله سيدات كرة الطائرة يقدروا يجاروا المستوى الأفريقية البطولة بيشارك فيها خمس منتخبات مصر الكاميرون وكينيا بتسوانا ونيجيريا لعبنا قدامنا زي ما احنا قدامنا على الشاشة مصر لعبت كينيا مصر وكينيا الحد ستة واحد ده خلص ثلاثة واحد المباراة الكاميرون وبتسوانا لكن هنشوف ماتشاط مصر بس مصر بكرة إن شاء الله بتلعب مع ناجيريا الساعة أربعة مصر ونيجيريا التلات سبعة واحد ده تاني مباراة لمنتخب المصري هتبقى مبارتين لمنتخب زي ما احنا شايفين الأربعة تمانية واحد مصر تلعب الكاميرون مباراة قوية جدا مباراة صعبة جدا لمنتخب المصري لكن هو ده الحال لازم لعيبة توصل للمرحلة دي عشان تعدي آخر مباراة أعتقد هي أسهل مباراة في المجموعة وهي مصر وبتسوانا في آخر آآ مباراة في منتخب السيدات إن شاء الله نتمنلهم التوفيق بإذن الله هنسي منتخب سيدات الطائرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة